طالب آلاف المزارعين من أهل منطقة الآبار في قضاء عمرية الفلوجة بمحافظة الأنبار بإعادة من مناطقهم التي أجبروا على مغادرتها قبل أكثر من أربع سنوات على إثر بناء ما يسمى بالشق الأمني بين الأنبار وبابل وقال أهل منطقة الآبار أن آلاف السكان أصبحوا بلا مأوى بعد أن اقتطعت كتاب حزب الله التابع لهيئة الحجد الشعبي منطقتهم وأدخلتها ضمن حدود جرف السخر التي يمنع الأهل من العودة إليها مؤكدين أنهم يعيشون ظروفاً إنسانية صعبة بعد الاستيلاء على أراضيهم الزراعية ومساكنهم مطالبين الجهات الحكومية بحل أزمتهم وإعادتهم بأقرب وقت منطقة الآبار هي تابعة لعمرية السمود وبها أكثر من 12 ألف بير في 2014 و2016 بعدنا بالمعركة داعش جاءوا حزب الله وقتطعوا الآبار بالنص قصوها على أساس شق أمني لمقاتلة الداعش وبعدين هذا الشق الأمني قطع البيار بالنص أكثر من 6000 بير خارج العامرية صارت وخارج إيد العامرية وخارج فلح العامرية وهي الأهل العامرية بيها مرشات وبيها ممتلكات وبناء وبيها مواطير مضخات زراعية وهس ما نقدر نصالها اليوم من 2015 إلى حد الآن عالم تهجرت يعني اللي بيها مرشات اللي بيها محولات اللي بيها أعمدة كلها انشالت وراحت والعالم تريد تزرع لحد الآن أي نتيجة ماكو ما ناشدنا كل الحكومة زين ناشدنا المرجعية ولحد الآن أي موقف ماكو صار حال حال الأهل العامرية اللي وقفا موقفا مشرفا حالم حال أي أي مهجر صار